يمكن احنا شفنا وحبنتكلم طبعا عن مشروع حياة كريمة والاهتمام بالقرى والمحافظات المصرية والصعيد بشكل عام ودايما بنقول ان ما فيش تنمية حقيقية هتحصل في الجمهورية الجديدة دون الاهتمام او ان يكون فيه تنمية في الواجه الابلي وفي الحقيقة يعني يمكن كمان الصعيد طوال السنوات اللي فاتت طلعت لنا مواهب وخبراء وقامات في كل المجالات ففعلا الصعيد بيستحق كل الاهتمام وان احنا يعني نرعى بشكل اكبر شفنا كمان خلال افتتاحات الرئيس في اسبوع الصعيد كان في افتتاحات في كل المجالات في السكن في التعليم في الصرف الصحي في الميا وكمان الرئيس صعيد هاتكلم على فكرة انه هيتم تحويل 800 سيارة اجرب اسوان مجانا الى الغاز الطبيعي وفي هذا الاطار وفي اطار التنصيق والتعاون المشترك ما بين وزارتي البترول والداخلية لتنفيذ تكلفات الرئيس في اسبوع الصعيد بتحويل سيارات الأجرة الى الغاز الطبيعي واللي تبنت الداخلية تنفذها بتعاون مع قطاع البترول بشكل مجاني للسيارات الأجرة تزامنا مع احتفالات أسوان بعدها القومي شملت عمليات التحويل اللي نفذتها شركتا جاستيك وكارجاز ذراعا لقطاع البترول في نشاط تحويل وتموين السيارات بالغاز نحو حوالي متكلم عن 800 سيارة أجرة بالمحافظة لحد دلوقتي أصدر وزير البترول والمهندس طريق المل عدد من التوجيهات اللي من شأنها أن هي تيثر على أهالي أسوان في استخدام الغاز كوقود للسيارات شملت الدفع بالمحطة المتنقلة لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي إلى أسوان بطاقة تموين 500 سيارة يوميا علشان تقدر أن هي طبعا تقدم الخدمات لأهالي أسوان بالإضافة طبعا للانتهاء من تنفيذ توجيهات مضاعفة الطاقة الاستعبية لمحطة تموين السيارات بالغاز وجه كمان وكان فيه توجيهات بسرعة الانتهاء من تنفيذ حوالي 8 محطات جديدة بيبدأ تشغيلها تباعا اعتبرا من نهاية يانير اللي جاي وحتى نهاية الرابع الأول من العام الحالي علشان يصل عدد المحطات المقدمة لخدمات الجهاز الطبيعي للسيارات لحوالي 9 محطات ده بيضمن طبعا توفير الخدمة لأهالي أسوان بكل سهولة وبكل أسر